احنا اتكلمنا في الحلقة رقم واحد في يلافونيكس على الأصوات الفاول وقلنا أن الأصوات الفاول الخمسة دول بيأثروا على الحروف اللي هي الكونسوننت طيب عشان نوضح بس يعني ايه فاول ويعني ايه كونسوننت تاني احنا قلنا الفاول وهما الحروف الخمسة المتحركة اللي هما الاي ضربة الاو قالت اي شافتهم الاي قالت يو او قلنا النطق بتاعهم اللي هو الا والا 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 الخمسة دول لما بيجوا مع الحروف الكونسوننت والمقصود بكلمة كونسوننت اللي هما اي حروف غير الفاول دول بيأثروا في الايه النطق بتاعهم بما ثابت عندنا بالعربي الفتحة والضمة والكسرة خلصنا ده وتكلمنا عن النطق ده في الفيديوز اللي فات النهاردة ان شاء الله هنتكلم على بداية الوحدات الصوتية اللي هو كام حرف مع بعض بيديني صوت ايه وطبعا ده مع كل مرة نازم ندرب الطفل عليه هيبدأ ان هو يعمل لحرف ده اتنطق كده يعني طمام يلا بنا النهاردة هنتكلم على الحرف الاس و اله اله احنا قلنا بنتنطق ها لما هيجي مع بعض هتنطق ش تمام طيب شا 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 شي 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 شو شا هنا بقى الاس واله اللي هنا قدامنا دول هيتنطق تش 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 يبقى احنا كده عندنا الصدة ش الصدة تش اللي بعده طبعا تي والأيش هنا لازم اطلع التانج بتاعي يعني لما اقول تي والأيش لازم اقول ث تمام؟ بيبقى لي هكذا نط ممكن ذا وزي هنشوف ثا ثا زي زي زو ز تان ثا ذا زي ثا ذا طيب عندنا البي والأي والأيش هيتنطقه فا فا في في فو فا يبقى النهاردة اللي احنا كنا عايزين نركز عليهم الصوت بتاع الشي الصريح و تش والفرق ان التاني اس ايش والتاني سي ايش بعد كده اتكلمنا عن الذا الذا الهيال تي والأيش ودي لها كذا صوت نطق ذا وزي طيب ان شاء الله احنا دلوقتي خلصنا الفيديو زي رقم اثنين نشوفكم ان شاء الله في الفيديو زي رقم ثلاثة من يلا فانكس نشوفكم على خير